باب التسمي لأن على الله يسأل أن ملك الملوك وحاكم الحكم هو الله سبحانه وتعالى لكن قالوا يا صحي إذا قيد بزمان أو مكان أو طائفة تقول قاضي بضاة القرن السابع الهجري ابن حجر أسألاني رحمه الله مثلا يا صحي لأن الله الله لا يتقين لا بزمان ولا بمكان لكن قال الأفح أفضل والأولى أنك لا تقول هذا لأنه ممكن مع كثرة الاستعمال يقول قاضي بضاة ولا يذكر التقييد القرن السابع مفهوم كذلك شيخ الإسلام يقول الشيخ بن عثيمي رحمه الله يقول حتى ترقيب بعض الناس بشيخ الإسلام يقول هذا لا لا نحتاج لهذا وأحق من يوصف بهذا الوصف هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكن أصبح هذا لقب لمن؟ في الشيخ الإسلامي بنتين مفهوم؟ نعم وعندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا يرفع النقص بماذا؟ بالألقاب أرادوا يرفع النقص بإيش؟ بالألقاب قال وبعضهم يلقب بنور الدين وهو ظلامهم ووحي الدين يعني ابن عربي ابن عربي النكر الصوف النكر والبقاع ألف كتابا سماه تنبيه الغبي إلى كفر بن عربي تنبيه الغبي إلى كفر بن عربي الصوف النكر ابن العربي إمام من أئمة المالكية ابن عربي نكر محي الدين هو أمومة الدين ولهذا الصحابة ربما العب ما احتاج إلى ألقاب النووي رحم الله لقب بمالك ها؟ شرف الدين قال النووي لا أجعل في حلم لا أجعل في حلم يعني لا أسامح من لقب لي بشرف الدين لا يريد من؟ إمام النووي قلنا أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله رياض الصالحة قال لا أجعل في حلم السنة محتاج إلى الألقاب مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في القديم لا وجد جوالات لا وجد هواتف إلا في أماكن محددة يعني مكتب المفتي بعض الأماكن الشركات الكبيرة فمحمد بن إبراهيم عنده مشكلة في البيت في السباكة واتصل قال اتصلوا على هذا المركز المؤسسة فيه فلان من الناس يعمل في السباكة أريد يعني يأتينا للبيت فاتصلوا على المؤسسة وقالوا أين فلان أكلم هاتف فجاء إلى الهاتف وبدأ يكلم من؟ كل من مفتي محمد بن إبراهيم فالشيخ محمد بن إبراهيم يكلم هذا يقول لي أطلال أبواك تجيني اليوم من البيت تصلح عندي فيه عطل في السباكة قال طيب حاضر من أنت؟ قال هنا محمد قال من محمد؟ قال محمد بن إبراهيم قال ما علم محمد بن إبراهيم من أنت؟ قال بيتي في الدرعية في مكان كذا قال لا أعرفك من أنت؟ قل من أنت غرلق الهاتف قال يا أخي محمد بن إبراهيم قال ما علم قال يا أخي اللي وقال عني المفتي قال سيدنا الشيخ مولانك ما أراد أن يقول إيش المفتي واليوم بعض الناس قالوا سماحة الشيخ فلانك من فلانك فضيلا والله صد قصة يحكيها الشيخ العصيني حفظه الله تقول قاضي من البضاء جاء له رجل بسك مكتوب في القديم السكوك ملقيات الأرض الأقراضي والعمادر والقصول تكتب بخطة يد فالسك هذا مكتوب بخط الشيخ والشيخ ما إثبات ملكية القلب هذا نظر في السكة قال هذا السك مزور سبحان الله هذا الرجل اللي معه السك قال كيف مزور قال مزور السك روح بقى قال طيب كيف أثبت أن هذا السك غير مزور قال ارجع إلى طلاب الشيخ تحذر ثلاثة أو اثنين من طلاب الشيخ يشهدوا أن هذا خطما القاضي فلان اللي مات رح هذا ذهب الرجل وجاء باثنين من طلاب هذا القاضي اللي مات وليكتب السك جاء الطلاب وشهدوا أن هذا خطما خط القاضي هاك وشهدوا بهذا ما مقاب القاضي قال لا مسور المهم قال راجعني بعد اسبوع جاء بعد اسبوع وكان المهم القاضي قال لهذا رجل قال اتقل الله والله إذا تعترف بالتزوير أنا لا أصنع عنك شي وأنسى القضية لكن والله هذا مسور فقال صدقت ثلاث سنين أنا أتدرب على خط القاضي هذا الذي مات كيف اكتشفت قال في آخر الصدق كتب الشيخ قال القاضي لا يكتب الشيخ لا يكتب ايش الشيخ لا يكتب يقول القاضي قاضي وما يكتب ماذا الشيخ هذا من هذا القاضي قال هذا الذي كان سببا في تزوير أنه كتبت الشيخ ولا يعرف وهؤلاء أن يقول أنا فلان أو ألك نعم شكرا شكرا